السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعي قناة الكهرباء إلكتريك لازلنا مع سلسلة تصميم وإنشاء لوحة الحماية الكهربائية من الصفر ووصلنا إلى الجزء الرابع والذي سنقوم فيه بتحديد عيار القواطع التفاضلية الثلاثة التي قمنا بوضعها وتوصيلها في لوحة الحماية حسب الأجزاء الثلاثة السابقة من لم يشاهد هذه الأجزاء ممن يلتحق بنا مؤخرا كالعادة كل الحلقات المرتبطة ستجدونا في الوصف أو في شاشة نهاية هذا الفيديو لتوسعين في أشرح سابقا شاهدنا في هذه الحلقة أيضا طريقة تحديد عيار القواطع التفاضلي وضبط قيمة الفصل الرئيسي وقلت أن هذه الطريقة هي الطريقة الأولى التي نحدد فيها عيار القواطع التفاضلي الذي نستمل في لوحة الحماية في هذه الحلقة سنعتمد على الطريقة الثانية أي أنني سأشرح لكم الطريقة الثانية لتحديد عيار القواطع التفاضلي وهي التي سأعتمد عليها لتحديد عيار القواطع التفاضلي في لوحة الحماية التي نقوم بإنشائها بالاعتماد على القواطع الحرارية المغناطيسية حتى لا أطير عليكم نرفع فاصل للقناة وندخل بعد ذلك للشرح بسم الله الرحمن الرحيم لتحديد قيمة شدة تيار أو عيار القواطع التفاضلي هناك طريقتين الطريقة الأولى والتي تسمى بقاعدة المنبع الكهربائي وهي اختيار عيار القواطع التفاضلي حسب قيمة شدة تيار الحبل للفاصل الرئيسي والتي تقول أن عيار القواطع التفاضلي لا بد أن يكون أكبر من أو يساوي شدة تيار الفاصل الرئيسي شاهدوا هذه الحلقة لتفاصيل أكثر لكن هناك مشكلة تحدث لنا أحيانا هو أن طريقة استعمال الكهرباء في المنزل قد ترفع من قيمة مجموع الأحمال الكهربائية لتفوق قيمة شدة تيار الحمل التي قمنا بتبطيها في الفاصل الرئيسي ويؤدي هذا إلى فصل الكهرباء طبعا من طرف الفاصل الرئيسي يعني مثلا إذا كنا نستعمل قواطع التفاضلي من عيار 40 أمبير وقمنا بضبط الفاصل الرئيسي بقيمة أقل من 40 أمبير مثلا 30 أمبير قد يتم استعمال الكهرباء بقيمة أكبر في هذا المنزل أو استيلاك في هذا المنزل أكبر من 30 أمبير في نفس الوقت هذا سيؤدي إلى فصل الفاصل الرئيسي للكهرباء في أحيان كثيرة لأن ستجاوز قيمة مجموع الأحمال قيمة 30 أمبير قد يستدل أصحاب هذا المنزل الكهربائي مبتدئ أو دون خبرة كافية وسيعمل على رفع قيمة طيار الفاصل الرئيسي إلى 45 أمبير هنا أصبحت قيمة شدة طيار المنبع بالنسبة للقواطع التفاضلية كبيرة عن عيارها وإذا كانت شدة طيار التي ستحسبها أو ستقوم بتمريرها القواطع التفاضلية للأجهزة الكهربائية أكبر من 40 أمبير سيكون هناك تلف أو حريق في القواطع التفاضلية شرحنا ذلك أسابقا في هذه الحلقة يعني هذا المثال الذي وضعت لكم من سلبيات الطريقة الأولى أو قاعدة المنبع الكهربائي لتحديد عيار القاطع التفاضلي ماذا علينا فعله لنتجنب مثل هذا الخطأ الذي هو وارد جدا هناك الطريقة الثانية لاختيار عيار القاطع التفاضلي والتي تسمى بقاعدة المصب تذكروا جيدا بالاعتماد على فاصل الرئيسي تسمى قاعدة المنبع وبالاعتماد على قيم أمبير القواطع الحرمي المغناطسية تسمى بقاعدة المصب أي هي قاعدة المصب أي هي ضبط قيمة شدة التيار التي ستخرج من القاطع التفاضلي لكي لا تكبر أو تزيد عن قيمة تحمله أو عياره بالأمبير ماذا تقول القاعدة الثانية أو قاعدة المصب لتحديد عيار القاطع التفاضلي مثلا إذا كان لدينا قاطع تفاضلي موصول بأربعة قواطع حرارية مغناطسية على سبيل المثال القاطع الأول هو قاطع C16 للفرن الكهربائي طبعا قاطع حراري مغناطسي أتحدث الآن القاطع الثاني قاطع حراري مغناطسي C16 للبريزة والقاطع الثالث حراري مغناطسي C16 للبريزة الثانية أيضا والقاطع الرابع C16 للإنارة بالاعتماد على قيم شدة التيار الحمل التي هي موجودة في القواطع الحرارية المغناطسية سنقوم بتحديد أمبير أو عيار القاطع التفاضلي كيف ذلك؟ القاعدة تقول أننا سنحسب نصف قيمة شدة التيار التركيبات العادية أي التركيبات العادية أي الأجهزة الضوئية والحركية المحركات ونضيف لها قيمة تيار الأجهزة الحرارية التي تستعمل للتسخين مثل الفرن أو السخان أو الموقف مثلا هنا التركيبات العادية يعني الضوئية والحركية سنحسب نصف قيمتها مثلا قاطع البريزة سنقول أنه سيقوم بتوصيل جهاز عادي حركي أو ضوئي نصف قيمة C16 هي 8 أمبير قاطع البريزة الثاني جهاز عادي أيضا نصف قيمة C16 هي 8 أمبير والقاطع الثالث للإنارة C10 نصف قيمته هي 5 أمبير أما التركيبات أو الأجهزة الحرارية فإننا سنضع قيمة شدة تيار الحمل كاملة مثل الفرن كهربائي هو جهاز تسخين لذلك سنضع قيمته كاملة وهي 16 أمبير وسنجمع كل هذه القيم يعني 5 زائد 8 زائد 8 زائد 16 تساوي 37 أمبير إذن يمكننا أن نضع هنا قاطع تفاضلي من عيار 40 أمبير طبعا لا بد أن تكون قيمة أمبير أو عيار القاطع التفاضلي حسب القاعدة الثانية أو قاعدة المصب أكبر من المجموع الذي سنقوم بحسابه هذه هي ببساطة قاعدة المصب أو القاعدة الثانية لاختيار عيار القاطع التفاضلي ببساطة كل الأجهزة العادية الضوئية والحركية نحسب نصف قيمة شدة التيار باستثناء الأجهزة التي تقوم بالتسخين أو الأجهزة الحرارية التي نضع قيمتها التي هي قيمة حماية الحرارية المغناطيسية كاملة مثل الفورن الكهربائي، السخن الكهربائي، الموقر الكهربائي وحتى السخن الماء أيضا لابد أن نضع القيمة للحمل كاملة بالنسبة لتحديد عيار القاطع التفاضلي حسب القاعدة الثانية يحررنا من ضبط قيمة تيار الفاصل الرئيسي يعني هنا مهما كانت قيمة تيار الفاصل الرئيسي لا تهمنا إطلاقا لأننا تحكمنا في قيمة شدة التيار الخارج من القاطع التفاضلي والتي تسحب الأجهزة عبر القواطع الحرارية المغناطيسية وهي قيمة ستكون أقل من عيار أو أمبير القاطع التفاضلي يعني الآن نتحكم في التيار المصب أو الخارج من القاطع التفاضلي حتى لا يفوق قيمة عياره أو قيمة الأمبير الموضوع عليه إذن سأعود إلى لوحة الحماية التي قمنا بإنشائها وسنقوم باختيار عيار القواطع التفاضلي حسب قاعدة المصب أو القاعدة الثانية لتحديد عيار القاطع التفاضلي بالنسبة لهذا القاطع التفاضلي الذي وضعناه في المطبخ لدينا ثلاثة قواطع فرعية في المصب من قيمة ستة عشر يوجد لدينا جهاز سخين واحد وهو الفرن إذن سنحسب قيمته بالكامل أما القاطع الثاني والثالث سنضع نصف القيمة إذن تمانية زائد تمانية زائد ستة عشر القيمة الكاملة للفرن تساوي اثنان وثلاثون يعني قاطع التفاضلي من عيار أربعين أمبير مناسب لنا هنا مهما كانت قيمة تيار الفاصل الرئيسي بالنسبة لهذا القاطع التفاضلي هنا كل الأجهزة التي هي هنا عبارة عن أجهزة عادية ستكون حركية وضوئية حتى المكيف لا يقوم بالتسخين بواسطة مقاومة حرارية لذلك نعتبره جهاز عادي إذن كل الأجهزة عادية سنحسب مجموع نصف القيم فقط يعني تمانية زائد تمانية زائد تمانية يعني أربعة قواطع الستة عشر ستصبح أربعة تمانيات زائد أربعة قواطع السعشر ستصبح أربعة خمسوات تساوي اثنان وخمسون أمبير هنا سنستعمل قاطع التفاضلي من عيار ثلاثة وستين أمبير ونصف القيمة لقاطع التفاضلي الأخير أيضا نصف حساب سيكون تلاثة وستين أمبير أخيرا لنقوم بضبط الفاصل الرئيسي يعني حتى إذا اخترنا أكبر قيمة ستين أمبير فهي مناسبة للقواطع التفاضلي الأول والثاني أما القاطع التفاضلي الثالث من عيار أربعين أمبير فلن يحدث له شيء لأننا قمنا باختيار عياره حسب الأحمال التي هي في مصب شدة تياره والتي لا تتعدى أو لا تتفوق قيمة أربعين أمبير أتمنى أن تكون الطريقة الثانية أو قاعدة المصب واضحة جدا بالنسبة للقاعدة الأولى ذكرت لكم سلبيتها في بداية هذه الحلقة حتى القاعدة الثانية لها سلبيات أيضا وهو لا أحد مننا سيضمن أن يتم تركيب جهاز تسخين إضافي في أحد البريزيت أو يأتي نفس صديقنا الكهرباء المغمور مفتع المشاكل ويضيف قواطع حرارية زائدة قد تزيد الحمل الخارج من القاطع التفاضلي لقيمة أكبر من عياره وسيتسبب لنا أيضا في نفس المشكل يعني لا بد أن نستعمل صراحة أن نوفق أو نستعمل الطريقتين معا حتى نتجنب هذه المشكلة أو اختيار فاصل رئيسي أكبر قيمة تياره لضبط موجودة فيه ستكون أقل من عيار القواطع التفاضلية لزيادة الأمان بالنسبة لأسئلة الاختبارات التي وضعتها في المنتدى القناة كانت كل الإجابات صراحة التي كنت أطلب منكم تعتمد على القاعدة المنبع أو الطريقة الأولى لأنني لم أكن حينها قد شرحت هذه الطريقة أو الطريقة الثانية ستكون لحلقة مخصصة لاختبارات التي وضعناها لشرح بعض الأشياء وحتى يكتشف كل من قام بالإجابة مكانته بين كل المشاركين في الاختبارات إن شاء الله إلى هنا وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة أشكركم على المشاهدة دمتم بخير وإلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر موسيقى